السلام عليكم وعطيكم العافية دائما لما نقول حق الناس مثلا غيروا مكان الراوتر او شي يقولون شو نسحب الكابل هذا الطريق سحب الكابل عن طريق الوبايب التليفون نسحب داخل الكابل الصوب نبطل طبع الغلاف نسحب الكابل الصوب يوصل لجمع التليفونات بس ديش احنا نحتاج الخطوة هذي هذا الطريق المبني خالص وزعين ومو حاسب حساب نقطة انترنت عنده فا اضطرينا نبطل التليفون او سترايت نسحب الكابل طبعا في احد قابلنا يسحب هنا او مسأو شي مكسر اياه مو قادر يسحب انا احنا سحبنا استخدمت نقطة التليفون او نقطة سترايت لان الناس يسمعون نقطة سترايت او شي يروحون على نقطة سترايت فنس واير بس يحبون يسمعون عندنا شي يسوون يجربون و يخربونه على عموم رحنا على ضبطنا على عدلنا على سحبنا الواير بشكل مرتب سكرناه بعدين عدلنا الديكور عندنا بس عشان انا اتجنب الشغلة هذي احتاج ان اخطط من البداية احنا مريكم بعض صورة عن التخطيط طبعا لما يسحب الوايرات اذا بنوزحق البيت وين يروحون يروحون حق مكان يصير في اللي هو السويتش اللي هو يجمع الوايرات كلها طبعا هم هنا مكان السويتش ممهيئ عشان تشوف 16 ألف واير مع بعض تشوف الكهرباء بصوب وهو بصوب فالصندوق يكون شكله اوكي صندوق يغطي اللي قاعد يصير بس احنا بي يكون عدل فاحنا ما نحب نحط وائد وائرات الصوب ما نحب بس عندك وائرات زاهدة وناقصة بس نسما كنت ناركم البيت مبني وخالص بعدين فكر بالتمديد وصار مع اللي قاعد يتشوفونا حاليا نسين طبعا هاذ الادوات المستخدمة العادة اللي هو ماركة كوز فيش الكرمبنج وهذا السلك اللي يدش بين البايب ويطلع الوايرات نعم الناس يقولون ورايناكم بالنسبة لكم ما يمكن لنا ما تعرفون يعتبر لكم صعب او شيء مقادر تخيلونا بس احد نسبة لنا على شيء يومي وسهل بالنسبة لنا طبعا من بيت لبيت يفرقهم بعد على حسب البايبات على حسب النظام في بيوت صح صعبة ما يمكن لمدد لها لانه يكون بايب تمديد غرط يمكن يكون بايب صغير فهذا تكون احد المشاكل عندنا متى احسن وقت انا ابلش بهذا الوقت هذا اللي يكون البيت لحب الاسود ازاي تكلمونا طبعا هني الوايرات كلها توصل طوف الرئيسي طوف الرئيسي يتم على الوايرات وتنزل كلها اللي تحت ازاي فا احنا ما نبي نزيد عليكم بايبات ما يريد نزيد عليكم موايد ويرات ما يريد تحطوا بكل غرفة نقطة لا تكلمونا عندها عندها شي اسمها خدمة موجودة لها استشارة المخطط دزون المخطط نقول لكم بشم نقطة تحتاجون شم شي تحتاجونه تحطون ان شاء الله نقاط تزيدونهم نقطة واحدة زايدة ما في مشكلة بس ما يكون عندك كل غرفة بايب فهني يصبح مجمع الوايرات يصبح عندك طوفة بس وايرات بس بايبات لا احنا ما بيبت شديد نبي نعدي لكم نضبط لكم الشغلة هذي من الأخطاء اللي تصير مثلا كالبايب نازل الصوب بدن يروح مستغيم صاعد لي فوق مو مخطط بعده هو حق الانترنت بعده لما يسوي المساحة ويخلص شي يصير معا تلاقي حتى نسحبنا الواير وصعدنا يطق مو قادر صاعد فوق لان الواير عوي حتى لو صاعد فوق يطق مرتين فوق هنا ما رح يصوب هنا مو السلك السلك يديش ماك مشكلة بس الواير شوي اثخين خاصة لي كلي ابي مثلا كات 7 او كات 8 هنا انسة هنا انسة هنا انسة هنا انسة لانه لا يوجد فيه كات 8 ويكون يبر وويد وويد فيحطوا الكات 6 العادة كات 6 شيلدت مثلا ممكن نضبط لك ازا و الان غلطة يقوم باستخدام هنا ويقوم باستخدام هذا احد المخططات التي رأيها بالانترنت ورأيها انها خاطئة هنا اعرف ان نحن وفوق هذا نخطط الكهرباء فاذا ان نخطط الانترنت لا نخطط الانترنت هنا يضع شيء لا يضع لكن ليس نخطط الانترنت لانه يجب ان يكون مع البيبات هذه لا تحتاج تكسر ما تقوم بشيء لا نفس المكان يضع نفس البيب بالحالة هذه تخيلوا يقولوا انا ابي انترنت ماذا مسحب ليا في ناس على الفكرة يضعوا مقابلين يوفرون على نفسهم يضعوا البيب الكهرباء والتعليفون مع بعض لماذا؟ لانه يحفر مرة ثانية بحط باب ثاني لانه يحفر مرة ثانية لانه يبلغ الباب مو شيء كبير فحرصوا انه يكون عندكم الشغل العدل قبل قبل لا تتقعدون ان شاء الله ويكون عندكم منزل عامر ان شاء الله او منزل مستقبلي حق 10 سنين جدام منزل عمر كامل ان شاء الله ان تعيالكم فما نبي يصير معنا الشغل هذي معنا الشغل هذي بعد لانه نعمل بشكل مرتب شوية اغبار يطلح العدلة نضف لكم بس ما نبي حتى الشكل هذي كون موجود حتى شوفوا شون مركب الفيشة مركبين لها بالعوي بعد ما مركب لها عدل لانه هني حاط لي برغي وهني برغي زي زي ما حبطنوا وعدلنا لي اهم بعد ما ثاني بحث انه ما تكون في شي تجري يعطيكم نافية نشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني تاني